سلام عليكم برشا ونقول لكم ردوا بلكم على رواحكم اللي شدين الطريق طريقة سلامة يا ربي ترفقكم سلامة وإنما كنتوا زدالي في الدار ردوا بلكم على رواحكم ديما ديما باش نحكيوا على العلاقات باش نحكي وش معنى التحيير العاطفي وحكي المدة كي تتويل تتويل باللي كوبل شنو اللي تنجم تخلف هيدا موضوعنا في حرائر تونس حرائر تونس ضيفتي سعيدة جدا باستقبالك وشكرا لك على اختيارك الموضوع الباحثة في علم الاجتماع عبد يسام الغابري مرحبا مدام مرحبا بيك مدام ومرحبا بكل مستمعيني دعات كبه فان الله يخليك شكرا لك على قبولك دعوة ونعود نجدد لك شكري على اختيارك الرأى على الموضوع لخطر لحقيقة قاعدين نزامنوا فيه للحاجة هذية قاعدين نشوفوا فيه باللي كوبل الكل تفضل سيدتي الكريمة كنت تطرحنا الموضوع نفهمه من عندك شوي به موضوع للظاهر الاجتماعين بشنثني ولا هاليوم هي التحيل العاطفي شنو نقصدو بيه التحيل العاطفي هبية بوما التحيل التطور ربما ومعها تنتاج نفسه في عديد من الدوهر الجديدة كما بالإضافة الى والإلاجين بالتحيل القانون التحيل الاقتصادي التحيل المادي نجدو تحيل من نوعية اخرى ربما تحيل على المشاعر على العاطفة يدخل فيه كل ما هو وعود زائفة كل ما هو بيع للوهم كل ما هو زيف كل ما هو عدم فيقة الى غير ذلك هل يقصدو بالضبط بالتحيل العاطفي هل الشريك وإلا هل اللي أنا معانا توا قاعد يتحيل علي عاطفيا قاعد يسرقلي في مشاعر كما يقولوا احنا بالعامية ولا لا كيفاش نفهموه كيفاش نفهموه الكثيرون من الناس يدخلوا في علاقات عاطفية معنى الهدف منها انه تأسيس مؤسسة الاسرة انه تكوين علاقة جدية انه الوصول الاهداف معينة عادة ما تكون اهداف جدية وإيجابية الا انه ما ما ترتقيش الى انها اه مستوى المستوى للتأسيس هذه الاسرة وهذه العائلة معنى لانه المفروض من كل علاقة بين راجل ومرأة اه تكون مبنية على جملة من القيم على جملة من المبادئ على جملة من الوعود اللي دور حول الثيقة الاحترام حسن المعاملة شعور بالراحة النفسية اه الحلم بتحقيق اهداف معينة جيب اطفال تكوين اسرة اه تكوين او شراء معنى منتلكات اه السفر كل ما يهم الكتين نفسي للانسان الا انه الكثير من علاقتها تنتهي بالفشل ومش اي فشل انه يحس احد الطرفين كالك سوى الرجل او الامرأة بانه وقعت عليه عملية تحيل اعاطفي بمعنى انه وقع بيع الوهم الوهم الزيف عدم الحقيقة اه وعد اه يعنيها غير جدي اه من اللي خلي انه اه قيمة ثيقة وقيمة الاحترام وقيمة المبدأ تضعف تضعف عن الاخر في مجتمعنا ويقع احد الطرفين في عملية استغلال للاخر استغلال نفسي واستغلال مادي لانه عادة مراحة نفسية ينجر عنها امتداد معناها لا متناهي للكوتين المادية للمنعشين الكوتين معنى الثقة تامة بس تقول معنى ممتلكات ما عندي معنى حتى البطاقات البنكية متاعية حتى الفلوس ما عادش بشيقة حسابات كبيرة ما بينزوز تفقوا على اتفاق ايجابي معين على اتفاق يقوم على التأسيس الا انه في بعض الحالات يكون هذا الهدف غير صائب وتتخلوا عديد من الشوائف وعديد من السمبيات تدخل في اتار هدايا الاستقلال هدايا الخذلان ما معنى انت طرف من الاطراف توعدها او توعدوا بتأسيس مؤسسة الزواج بالخطوبة بالحب الصادق بالعلاقة الجدية لانه يقع العديد من التلاعب والتلاعب على المستوى المشاعر والاحاسيس ما ينجم يخلق الا ازمة نفسية حادة تؤدي حتما الى انتشار عدم الثقة بين الناس وبالتالي ازمة الثقة تكون كبيرة برشا في الوسط الاجتماعي في الاوساط العائلية في الاوساط الصداقة في اوساط الزمالة الى غير ذلك لانه اللي بيش يتخذل من اقرب الناس ليه عادة ما يخلق من بعض شخصية غير سوية وتقعد تعاني من فوبيا الثقة هذية ومن انه ما ينجمش يجدد حتى فما بعض الناس اللي توصل بيهم الحالة النفسية الى صد تماما للجنس الاخر يقولك انا ما عادش عندي ثقة انا ما عادش نعطي انا على قد ما عطيت من محبة ومن شعور بالثقة ومن احترام متبادل من احترام من طرفي ما لقيتش التبادل اللي انتظر فيه دونك ما عادش الباب هذي ينحلو وهذا ضرورة سيؤدي الى معنى العزوف على الزواج يتأخر سن الزواج معنى يلاقوا فيه ازمات نفسية اخرى وفيه انتشار ظوهر اجتماعية اخرى نحن فيه غنان عنها ودونك الهذية التحيل العاطفي ربما والتحيل النفسي او التحيل على مستوى المشاعر والحاسيس معنى حتى مبرر ايه هو هو سؤيل فقط نختم به معاك سيدتي الكريمة هو التحيل العاطفي يكون مهتم يعني يعتمد الانسان الواعي واعي باللي هو قاعد يتحيل على الشخص الاخر مش عن طريقة صحيح 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 هو هو فعل او سلوك مقصود ايه واعا وعادة ما يكتشف الترف اللي قاعد عليه هذا الانسان انه طاح في عملية تحيل يكون ضحية هو فعل هو فعل مقصود اذا كان فعل اذا كان هذا الواقع او هذا الفشل بالعلاقة وقع بصفة عفوية فذلك شيء اخر نحن هنا نتحدث على الفعل المقصود من التحيل هو من احدى الطرفين خطتا بان يتلاعبا بالطرف الاخر ليصل الى اغراض معينة وعادة ما تكون هذه الاغراض بعيدة كل البعض على مستوى التأسيس على مستوى التأسيس الاسرة من بين العلامات علامات تلاعب بالمشاعر على ما اظن نقاو التردد عدم الاستقرار في العلاقة كذلك الاهتمام مرة متقطع وتغير المفاجئ في السلوك زد هذا يحتسب نعم اكيد جدا مع كيف شو نقولوها احنا حتى بالعامية معنا يفرش لك الارض ورده بعد ما ما تلقى منه حد شيء متاع انو نوصل الناسق فيك على الاخر لنعطيك برشا حاجات وبعد تفطل قصد ودنك ودنك هذي الكل وما ينجم يكون الا عملية منظمة وسلوك مقصود الهدف منه التلاعب لغير نعم مناش نحكيوك انا عرجال باش ميتغشوش علينا رجال انا نحكيوك انا جنسا هو السلوك من الطرفين نعم من الطرفين هذا السلوك يصدر على الرجل كما الامرأة هو ما هوش مربوط بجنس معين اي سلوك التحيول القانوني والتحيول المادي او اي غيره من التحيول هو مش مرتبط بجنس معين يعني اليوم الاجنس والفئات الكل يعني التحييل العاطفي كم ينجم يكون عند النخبة كم ينجم يكون عند الانسان الامiver نوع الا werない كم ينجم يكون عند simان المثقب جدا دور ما عنده حتى معناى ما عنده هو سلوك انسان بحث ما عنده حتى علاقة بالمستوى او بالفئة او بالطبقة الاجتماعي او بالبيئة ما عنده حتى علاقة اا باي متغة اوا اق thoughtful وضع شكرا ليك على التوضيح يعطيك السحة سيدتي الكريمة مشكورة جدا للبحث في علم لاجتماعتي سامة الغابري شكرا لها على الاختيار الحقيقة في الموضوع على خطر نشوفه في ظهر ماشي وتزيد نشوفه في تساؤلات كبيرة عليش خليتني ولا خليني عليش كنا مبعضنا مريقلين وبعد لقينا ثيقة كبيرة وبعد ما فهم حتى شي هذا شمعناها التحير العاطفي ردوا بالكم وإفهمو شمعناها العلاقات قبل ما تأسسوا حتى المؤسسة الأسرة راهي حاجة كبيرة ونبيلة ومقدسة للغاية أعرفوا شريك حياتكم سوى المرأة ورى الراجل رانا منيش قاعدين نتاكي في رجلك هاول راية حسة مخصصة لكم الكل حسة العائلة هي قناة العائلة وحسة العائلة خلينا نقولوها كان هذا موضوعنا في حراير تونس شوي آخر باش تسموه نانسي عجلة